السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب اتكونوا بخير النهار ده بقى هنعمل مع بعض السمك المقلي من غير ولا نقطة زيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهيطلع معينا نفس النتيجة تعالوا بقا يلنا نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم نحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا مني كل الاشعارات وطبعا يا ريت ما ننساش نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونشوف بقى مع بعض كده هنعمل ازاي السمك بالطريقة دي يطلع مبصم معينا وجميل جدا واخد اللون الدهبي اللي كلنا بنحبوه بطريقة يعني صحية جدا من غير بقى ما نزود له زيت كتير ومن غير يعني يعتبر من غير ما نحط في زيت اصلا اه اول حاجة بجيب عندي السمك سواء انت بقى بتجيبه متنظف او انت بتنظفيه وطبعا بنخسله كويس جدا بمية بننظفه الاول وبعد كده بنخسله كويس جدا حتى لو انت بنظفه برا قاتيه برضو معيك في البيت اختليه غسلة تانية ويعني ونقعيف ودعكيه بالملح كده واختليه باللمون وبعد كده بقى هنبدأ نحط بقى التوابل والبهارات بتاعتنا اللي هنعمل بهم الوصفة بجيب عندي بقى اللمون وببدأ ان انا هاعصره كده على الوصفة بتاعتي اعملي طبعا الكمية اللي انت هيفيها مناسبة بالنسبالك بجيب بقى معي رشة ملح كده عشان التدبيلة بتاعت الوصفة بجيب بقى معي اول حاجة باخدهم طبعا اه اول حاجة بحطها عليها هي الخلطة. الخلطة دي جماعة اللي انا حطها هتلاقوها في الفيديو بتاع الفلفل في الخلاط. دي خلطة فلفل اللي انا عمليها في فيديو الفلفل في الخلاط. وشيل لها معي وبستخدمها لحد دلوقتي مع ان الفيديو بقى له فترة طويلة. بس لسه لحد دلوقتي موجودة عندي وبستخدمها. وكل ما بتقعد اكتر كل طعمها ما بيكون حلو اكتر. آآ بعد كده بجيب بقى معي لو انت حب تحطي طوم تمام مش حب تحطي طوم آآ براحتك ما فيش اي مشكلة هضيف بس معي بقية التوابل والبهارات هضيف كسبرة جفة كده او كسبرة نشفة وهضيف عليها كمان شوية بابريكا واخر حاجة معي هضيفها هي رشة الكمون اشتركوا في القناة طبعا بقى ابدائي اخذي التدبيلة كلها ودعاكي بيها الوصفة بالكامل ادعاكي السمك بتاعك كله لحد ما تلاقيه كله اخد اللون اللي انت شايفاه ده تقدر بقى تسيبي التدبيلة دي شوية لحد ما ترتاح معاكي وبعد كده تبدأ ان انت تسويها طب انا بسويها بعملها ازاي هتشوفوا دلوقتي اه اول حاجة عندي بجيب بقى اللي بعد ما تدبيلت الوصفة وسبتها شوية في التدبيلة بجيب الدقيق بقى وابدأ ان انا عفرها كده بالدقيق لو في اي كمية دقيق زيادة ابدأ ان انت تنزليها معاكي بالشكل ده كده اه سمحوني بقى ان انا شغالها بقى لي مش بجوانتي بس الجوانتيات اللي انا بستخدمها اه مش بتساعد خالص يعني في في الحاجات اللي بديها وكده بتبهدن معي جدا دلوقتي بقى بعد زلوكوا بقى يا جماعة معاليش على الدوشة اللي انتوا سمعينها اه بجيب بقى السمك كله وبعمل الكمية كلها بنفس الشكل كده وبنفس الطريقة طبعا بقى بكمل الكمية كلها كده بنفس الشكل وبنفس الطريقة بجيب بقى معي البلسكينة كده وبدأ ان انا افتح فيها طبعا انت عمليت تفتيحات بقى اللي انت شايفيها مناسبة بالنسبالك آآ بس انا بعمل تفتيح ده ليه منها بيدي لون حلو وشكل حلو للسمكة ومنها ان هي بتساعد على تصويت السمكة بسرعة وانت كمان بتشوفي مقدامك السمكة بتاعتك استاوت ولا لسه بجيب بقى معي كده الجريل وبحط فيها هيدو بنقطة بسيطة من الزيت يعني حاجة لا تسكر كده بحيس ان انت بس ايه بتبلي الجريل بتاعك زيت مش اكتر فكده يعني اعتبر ان انت قلتيها من غير زيت خالص بخدها بقى وببصمها وبسيبها لحد ما تاخد معي لون كويس جدا آآ انا ما بحطهش على النار علي عشان ما تاخدش معي لون وتفضل مية بهدي النار عليها شوية شايفين بقى كمية الزيت اللي انا حطها بسطة جدا ازاي دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الروز عشان نعمل مع بعض الروز انا بجيب بقى عندي بصرايا كبيرة جدا جدا اما بصلتين كبار برضو وتبدأين على حسب طبعا يعني على حسب كمية الروز اللي انت هتستخدميها آآ وبحمرهم كده معي البصل في الزيت كويس جدا بحط عليها رشة ملح وفوقيها طبعا رشة الفلفل الاسمر وبسيبها معي تتحمل لحد ما تديني اللون الغامق بتاع البصل اللون الدهب الغامق بمجرد بقى ما باخد معي اللون الغامق ده اول بقى ما هتغمق مني هبدأ اننا هنزل عليها بمية مغلية اهي شايفين بقى اللون الدهب الغامق ده انزل بقى بشوية مية مغلية كده كويسين على قد كمية الرز هتضيف المية بعد كده بقى باختل معي الرز وبنزل بيه على طول على آآ على الشربة اللي احنا عملناها دي عايز اقولك الطريقة دي طريقة آآ رز الصيادية الاصلي آآ بحط عليها طبعا التابل والبهارات بتاعت الرز ملح آآ فلفل اصمر كمون مش اكتر من كده اي حاجة تاني احنا ما بندفاش على فكرة دي وصفة الصيادين الاصلية حتى لو هتعملي سمك صيادية هيبقى في المية دي بدل ما تحطي الرز هتحطي فيها السمك وتاخد من مية السمك وتعملي بيه الرز برضو بنفس الطريقة كده عملنا بقى معي عملت معي السمك بالطريقة دي كده آآ شايفين طبعا تلع عامل ازاي من الجريل جميل جدا وكمان مبصم معي وحلو قوي بتتمنى بقى ان الفيديو بتاعي كون عجبكو وانتوا تجربوا الوصفة لو عجبتكو بقى قديني عملت كل حاجة ها قدامكم عملي وشايفين الروز طالع لونه وجامل جدا ازاي آآ لو عجبتكو بقى الوصفة ما تنسونيش بقى في لايقات وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل الاشعارات ويا ريت ما تنسوش تضغطوا على علامة الكل آآ وتشاهيروا الفيديو عشان يوصلكوا كل الاشعارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته